اشتركوا في القناة من الشخص اللي خلال رحلتك ترك بصمي بروحك او فكرة لعقلك او حتى مبدأ لطريقك لا شك بانه اللي خطر على بالك في هاي اللحظات هو اسم شخص كان له هذا الدور في حياتك وبهذا ايام مصطفى منقدرش ننكر انه كتار صاروا يلقبوا حالا بالانفلونسرز او المؤثرين بالذات في عصر الانستجرام والتيك توك بدون ما يكون فيه اداة حقيقية لتفسر معنى التأثير او حتى تقيس مداء وكأنه صار التأثير هو لقب اللي مقرون بعدد المتابعين وبالارقام كشرط اساسي لحتى تترك اثر بس خلونا ما ننسى انه التأثير بان كانه يكون سلبي وسلبي جدا بكثير من الاحيان بس احنا عارفين انه برغم هذه الفوضى هناك من يؤثر بشكل حقيقي وملموس وبنجح بالفعل انه يوصل لقلوبنا او يوصل فكرة او رسالة وقد ما تكون بسيطة بتكون هادفي وان كان حتى بمستوى انه يمنحك فرصة لابتسامه او يوصل لك من خلال تجاربه قديش ممكن الانسان منه يكون قوي او اقوى من الحواجز اللي بتواجهه وبشكل نموذج حي بعلمك دروس بسيطة عفاف لكنها دروس اساسية في الحياة وعلى ذكر هاي التفاصيل بشكل خاص مصطفى بفكر انه ضيفنا في الفقرة الاولى هو خير نموذج ودليل علىها المقدمي خلونا نبدأ بفقرات الباب على الباب شكرا